محنان جريمة بنعملها جريمة جريمة في بيوتنا بصوا عايز اقول لكم ان في كمكم بلا موقوطة في بيوتنا منهم علاقة الحموات بازواج الاولاد احنا لما بنناسب او بنرتبط مش بنجيب واحدة تنكد علينا او ننكد عليها يعني حاجة غريبة برضو تجد الحمال للبنت بتشتكي منها ايام الخطوة قلت لك دي ماما دي نور عناية طب ايه اللي حصل لما اتجوزوا اللي حصل لما اتجوزوا ان كل واحد عايزة تاخد الراجل لنفسها ما تقسموا يعني مش تقسموا حسسوا بعضكم انه ما حصلش فرق ما هي اللي كانت بتنكد عليها وهي مرات ابنها قبل الخطوة هي اللي مختراها وهي اللي منقياها وابنها كان عايزة يسيبها مئة مرة تقول لأ يا ابني ايه اللي دي دي على قدنا ومنتوب نواوة ايه اللي حصل اللي حصل انه بيحصل تنازع الام حاست انه هو فرحان بمراته ومراته حاست انه هو ميال لامه وبعدين تيجي الجريمة تحرم ابنها من الميراث علشان خاطر بنته علشان خاطر مراته لا يمنع من الميراث الا قتل الوارث للموروث يعني ما اتلكيش يعني ما اعملش حاجة ولو كان اخطأ فيكي فاحسنوا عند ربنا لكن ما تخلوش شعائر ربنا شبحانه وتعالى وسيلة نعاقب بها نفسنا زي بالضبط اللي خاد ورس اخواته البنات ورح باني عليه جامع قال يعني انت لما عملت جامع خلاص بتعرجنا يعني يوم الايامة لما ربنا هيحسبك هتقوله هيقولك انت ما تدتش اخواتك ميراثهم ليه تقوله ما لعملت لك جامع يا رب مفيش الكلام ده ياخدوه ان شاء الله يبيعوه ان شاء الله يعملوا في ايه مش معنى ان انا خلت الحاجة وعملت عليها حاجة حلوة ان انا كده كويس ابدا ده اسمه كده مسجد درار عملناه علشان خاطر نكايد بعضنا الناس يخشوا يصلوا في المسجد اخواتك ياخدو حسنات وانت تاخد سيئات لانها ارض مخصوبة لازم نفهم الدين بينفعش ناخد من الدين اللي يعجبنا مولانا اخدت وعملت بيه جامع رحمة على ابويا لا اعمل جامع من نصيبك ما تعملش من نصيب اخواتك المراث يا جماعة مش حاجة منعاقب بيها بعض المراث شرع ربنا سبحانه وتعالى شرعه المراث مش عاطية اديها على مزاجي المراث مش صدقة على فكرة المراث حق مكتسب للوارث بعد وفاة المورث وحلوة اوه بعد وفاة المورث لان بنشوف بعض الابناء لما ابوه ييجي مثلا عايز يعمل عمرة فقوله ايه يا عم ما انت عملت عمرة قبل من كده هي ايه دي فلوسنا لا دي مش فلوسك لسه فلوسه لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يقضي باجلي هيبقى فلوسك ويتقسم عليك وعلا